اختتمت فعليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 والذي تم تنظيمه في المدة من الرابع حتى السابع من ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس السيسي وشهد المعرض حضورا جماهيريا كثيفا عكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولي على أرض مصر فضلا عن المشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوي على صناعات عسكرية متطورة بأهمية خاصة واهتمام كبير أسدل السطار على فعليات اليوم الختامي للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس بمشاركة دولية كبيرة على جميع المستويات تتويجا لقصة نجاح استمرت منذ الرابع من الشهر الجاري كحصاد لهذه النسخة احنا الحمد لله وقعنا اتفائية مع كذا شركة في هذا المحفل وقعنا مع شركة سفران الفرنسية وهي شركة عالمية بتعمل في مجال صناعة الطائرات القتالية وقعنا معها اتفائية بعد طبعا المرور بالعديد من المناقشات وزيارتهم لمصانعنا ورؤيتهم لقدرات الهيئة العربية التصنيع ومصانعها وبالتحديد مصنع الطائرات فعليات المعرض ساهمت في تحقيق صفقات كبيرة لتطوير أعمال الشركات الوطنية والعالمية واعطائها دفع قوية نحو التقدم والتطور بالتعرف على أحدث وأفضل التقنيات الدفاعية في العالم نحن النهاردة في الكلوزينج دي في آخر ساعات في تزاحم شريك جدا من الزوار اللي ما تحدش لهم الفرصة أن هما يكونوا في الأول في تهافت من الشركات الأجنبية والشركات المحلية أن هما يعقلوا الصفقات التجارية مع بعض قدرنا نعرف الموقع بتاعنا فيه من المنتجات العالمية والشركات العالمية قدر تحكم على المنتجات المصرية من خلال الجناح المصري الموجود اللي هو شرف مصر كلها المعرض هذا العام شهد حضور أكثر من أربعمائة شركة عارضة يمثلون أكثر من أربعين دولة لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح نجاحات كبيرة وتنظيم مميز توج ختام فعاليات معرض إيديكس بمشاركة أكثر من أربعمائة شركة عارضة يمثلون أكثر من أربعين دولة حول العالم لاستهداف أكثر من ثلاثين ألف زائر لفعاليات هذا المعرض الدولي الذي يعد مظلة دولية لكل من يهتم بالصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية من داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية رامي محمد التلفزيون المصري